كذلك من المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس خاصة النساء امرأة تقول أنا علي أيام العادة الشهرية أن أقضيها ثم ستأتيني العادة أيضا في شهر شوال ثم أصوم ست من شوال فإذا بدأت مثلا المرأة بالقضاء ثم جاءتها أيام العادة ربما يضيق عليها الوقت ممكن تفطر بعض الأيام فيتضايق عليها الوقت وتفوتها ست من شوال فتسأل المرأة مثلا أو من عنده عذر مثلا مريض أفطر أيام طويلة في رمضان فتقول المرأة مثلا هل يجوز لي أن أقدم صيام ست من شوال أني أصوم ست من شوال أولا حتى أضمن ثم القضاء أقضي متى ما يتيسر هل يكتب لي الأجر بهذا نقول الذي عليه جماهير العلماء أن صيام النفل يجوز أن يقدم على الفرض وهذا مذهب جماهير العلماء وصيام ست من شوال يدخل في هذا فيجوز للمسلم الحمد لله أن يصوم ست من شوال أولا ثم بعد ذلك يقضي فهذا جائز ومما يدل على هذا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان فعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى شهر شعبان لأن القضاء موسع يجوز المسلم أن يؤخر قضاء رمضان إلى قبل رمضان الذي بعده يعني الذي سيأتي فكانت عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها في شهر شعبان لماذا هذا من أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان كان يصوم كله إلا قليلا فتنتهز الفرصة فمدام النبي صلى الله عليه وسلم صائم إذن هو يعني لا يأتيها فتنتهز الفرصة وتصوم ما عليهم القضاء في شهر شعبان